لكن انا بقولك الجيل اللي عندك من اللعيبة ده الشحات على الشناوي على ياسر على السلية على محمد هاني على أليو ديانج على كهربا على يعني مش عايز انسى حد انت عندك جيل عنده خبرات لم تتوفر لنادي لا في الشرق الاوسط ولا في مستوى قارة افريقيا احتكاكاتك المستويات اللي انت لعبت معاها البطولات اللي انت خطها الالقاب اللي انت فوست بيها مفيش فريق لا في المنطقة العربية ولا في القارة الافريقية قدر يوصل نصها حتى فبتالي احنا عندنا من الخبرات المفترض ان احنا نستخدمه ونشتغل على ان احنا انه هو يدينا افضلي واعتقد انه لما بتلعب في قارة افريقيا مع اي منافس مع اي منافس اسهل بكتير جدا لما بتكون بتلعب في بطشاط زي كاس العالم بتفاريق لعب اربع انهائي وثلاثة كاس عالم فقابل فيهم عتولت العالم كل ابطال القارات في امريكا الشمالية وكونكاكاف وامريكا الجنوبية واسيا واوروبا قبت مع اهم فرق في كل القارات دي وقدرت انك انت تفوز في عدد كبير المطشاط وتحقق المطشاط حتى المطشاط اللي انت خسرتها يعني اهم مطشين انت خسرتهم كانوا قدام باير ميونيخ وقدام ريال مدريد والاثنين بشهادة العالم كله الاهلي فيهم قدم مباراك وايس بالذات مطش الرياعي وبالتالي حجم الخبرات اللي عندك يعني اعتقد انه يجب انه يتم توظيفه في موسم هو ده الموسم هو ده الموسم اللي ان شاء الله بإذن الله يكون تتويج لانجزات الجيل ده الموسم اللي يعدي بيه اي منافسة مع اي جيل تاني يحسب لهذا الجيل الارقام الحقيقة والبطولات والارقاب اللي حققها دروب لكل جواد كبوة زي ما بيقولوا ومبارح كانت كبوة كويسة انها حصلت في بداية المشوار يمكن لو ما كانتش حصلت كانت تغطي على حاجات كتيرة جدا محتاجة تتصلح قبل ما نروح للأهم لانه الأهم لم يأتي بعد الأهم هو الأفرو ليج هو شامبيونز ليج هو كاس العالم ده أهم حاجة وأهم تحديات عند الاهلي الموسم ده فبالتالي انك انت تقع في فخ اتحاد العاصمة شيء ما كانش متوقع وشيء كان برا الحسابات وده اللي أكد عليه ميستر مارس الكورر قصة وانتهت أغلاقنا خلاص صفحة مبارات اتحاد العاصمة اللي تلعبت مبارح على السوبر الأفريقي وبدأنا نستعد لمشوارنا في الدوري ان شاء الله عندنا مباراة صعبة جدا مسخة الموسم ده من الدوري أكيد هتكون أصعب من الموسم اللي فات هتقول لي رهنك على ايه والزمالك مش في حالته هارد لك طبعا الزمالك النهاردة خسر 2-0 يقدر يعود ان شاء الله في القاهرة خسر قدام اعتقد أرتا سولار بطل جيبوتي لكن خليني أقولك انه الزمالك السنة دي يعني حسبيا ممكن تقول توقعات ممكن تقول استنتاجات ممكن يكون بعيد شوية عن المنافسة لكن عندك فرق زي بيرميدز عندك فرق زي فيوتشر عندك فرق زي المصري والاتحاد الفرق دي على أقل تأدير حتى لو ما نفستش على اللقب لكن تقدر يعني تخلي مشوارك صعب وبالتالي انت مش في حاجة اي لأي مفاجآت وخصوصا انه انت هتكون مرهق ومستنزف في النص التاني من الدوري بداية من يناير حضرتك هتكون خط بطولتين في منتهى الصعوبة بطولة السوبر ليج 21 يوم من نهاية اكتوبر من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر لو ان شاء الله قدر لنا ان احنا نوصل للنهائي مباراة النهائية فهيبع عندك ثلاث أسابيع بعدهم هيكون في معسكر منتخب مصر اللي هيشارك فيه طبعا طبعا كل محترفين مش بس اللعيبة المصرية انت عندك اول جولتين في تصفيات كاس العالم فبالتالي قادي شهر اكتوبر ونوفمبر عندك مباراة كاس العالم في شهر ديسمبر عندك بطولة اهم افريقيا هترجع من اهم افريقيا لعبتك تقريبا هتبقى لعبة مطشاط الموسم يعني المطشاط اللي هتلعبها كل فرق الدوري في الموسم كله انت هتكون لعبت كل المطشاط دي او نفس العدد المباراة دي لغاية شهر يناير فترجع بعدها تبتدي بقى موسم جديد يعني تبتدي موسم جديد اشتركوا في القناة